تزلزال سياسي في سالسبورج انهيار حزب الشعب النمساوي وصعود اليسار ممكن للمرة التانية حاجة فعلا يدهشة ان بعد جراتس كانت الانتخابات الاخيرة اللي تمت في جراتس بتتم العملية صعود اليسار وكمان مش الاتجاه ده اقصر اليسار هذا السعر الحقيقي يعني موجود دلوقت ان صعود الحزب الشيوعي الفجو يعني السيادة الكبيرة اللي موجودة دي وخصارة حزب الشعب يعني النسب الحقيقة مفزعة يعني انا لا اقرأ هذه الارقام الا بصراحة عنوان عريض لمرحلة الانتخابات المقبلة سيكون المستفيد منها هم حزبان بشكل واضح هو حزب الاف بي او ويضاف على ذلك حزب الاس بي او الاف بي او لن يستطيع ان يحصل على يعني على لا في البرلمان على البرلمان لا ممكن يحصل على خمسة بالمئة ممكن يجيب خمسة بالمئة يعني ممكن في اتجاه اليوم صراحة في اتجاه لليسار ان كان بوسطه الاس بي او او اقصى او لليمين او اقصى اليمين فعليا صراحة يعني اليوم الذي ينتخب الاو فو بي يعني سينتخب الاو فو بي عادة ولكن الذي انتخبه في المرات الاخيرة للاو فو بي لن ينتخبه الان يذهب حتما للف بي او واستطلاعات الرأي تشير هذا انا مؤشر صراحة هذا الخبر نحن نتناوله ان الانتخابات المقبلة هي فعلا حبلة بالكثير من المفاجآت يعني هنروح اقصى اليمين يا اقصى اليسار ان موضوع الوسط هنكون اشتركوا في القناة